اكد اسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس امنى وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس ادارة صندوق العمل اكد ان كل الجهود المستمرة التي تبذل من اجل رفعة الوطن وخدمة ابنائه هي جهود مقدرة من الجميع ومملكة البحرين تملك سجلا حافلا من العمل الوطني يشهد على الدأب غير المنقطع لابنائها في كل مجال والذي اثمر عن منجزات يشير اليها بالبنان كان اساسها حب التحدي والعمل باخلاص في شتى مواقع المسئولية وذلك بروح الفريق الواحد فريق البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم متابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفع اليوم بحضور سعادة دكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم نائب رئيس مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومعالي الشيخ سلمان بن احمد الخليفة رئيس ديواني ولي العهد عضو مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري والشيخ اسيل بنت خليفة الخليفة عضو مجلس امناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس لجنة الجودة والتعليم بالوقف الأنسى مشاعر اكطامي لكطامي وذلك بمناسبة تعيينها قائما بأعمال أمين عام وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري ومديرا لإدارة شؤون الطلبة والمؤسسات التعليمية بالوقف حيث أنها سموه معربا عن تمنياته لها بالتوفيق والسداد في مهمها المقبلة وقال اسمه إن الجهود المخلصة لمنتسب وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري محل التقدير دائما حيث أسهم الوقف من خلال هذه الجهود في رفض المسيرة التعليمية وتعزيز مخرجاتها وبإيمان مشترك من الجميع بأن أبناء البحرين هم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل سنواصل يدا بيد رسم الحاضر الأجمل والمستقبل المستدام للوطن بمشيئة الله من خلال مواصلة تزويد أبناء الوطن بالعلم والمعرفة ومدهم بأفضل الممارسات وخلاصة الخبرات وجعلهم الخيار الأول في سوق العمل من جانبها عربة لانسة مشاعر لكتامي عن خادس الشكر والتقدير لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على ما يريه سموه من دعم للكوادر الوطنية على مختلف الصعدة مؤكدة مضاعفة العمل نحو مزيد من البذر والعطاء بما يصب في تحقيق الرؤى الطموحة لوقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيرية